السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الشعب المامرية تقصص أعمال البناء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المتميز في باتنا مدرسة النهاردة إن شاء الله هنكمل ما بدأناه في سلسلة حلقات مدى التقطيط وإدارة إنتاج أعمال البناء هنكمل ما بدأناه في الحلقة السابقة اللي احنا تكلمنا فيها عن أنواع الكميات وكلمنا فيها عن التسمين بطريقة المتر المربع واتكلمنا عنها وخدنا تمرينين وفي طلبة بعتت لي الأسئلة وتم التواصل معاها هنكمل النهاردة إن شاء الله تمرين التسمين أو حساب أعمال التسمين باستخدام قياس المتر المكعب المتر المكعب ده يا شباب اللي احنا قلنا عليه في الحلقة السابقة ميم قصة ثلاثة اللي هو ثلاثة حاجات مضربين في بعض يبقى طول في عرض في ارتفاع ده بالنسبة للمتر المكعب في الحلقة السابقة كنا تكلمنا على المتر المربع وقلنا احتياجات المتر الواحد من المباني تمام؟ بالنسبة للمتر المربع اللي هو طول في عرض أو طول في ارتفاع احتياجات المتر الواحد كان كم طوبة؟ ستين طوبة عندي بالنسبة للرمل تلاتة من مية متر مكعب رمل وانا الرمل اللي بتتقاس بالمتر المكعب طول في عرض في ارتفاع بتيجي على صندوق العربية وبيتقس طوله وبتقس عرض الصندوق وبتقس ارتفاع الصندوق تضربهم في بعض يديلك المكعب بتاع العربية دي بتشيل قده ستة متر ولا تمانية ولا اربعة عشر ولا اتناشر بحضرتك بالكعب للصندوق العربية وعن طريقها بتعرف العربية دي بتشيل كمية رمل ايه قد ايه عندي نسبة الاسمنت عشان انفز متر مكعب مباني قلنا يا باشماندس بتعمل ايه نسبة الرمل في التمرين نسبة الرمل لتلاتة من مية تمام مضروبة في نسبة الاسمنت اللي هو هيدهن في التمرين قال لي مثلا تلتمية يبقى انه هضرب تلاتة من مية في تلتمية قال لك تلتمية ميتين وخمسين يبقى تلاتة من مية في مئتين وخمسي قال لك مثلا تلتمية وخمسين يبقى ثلاثة من مية في ايه في تلتمية وخمسين تعال بقى نشوف النهاردة مع بعض ان شاء الله ازاي نحسب المباني اللي هي متقاسة بالمتر المكعب ازاي نحسب الخمات بتاعتها واحتياجات المتر فيها قد ايه النوتة بتاعتي اللي هي القاعدة السابتة بتاعتي ما بتتغيرش تعال نشوف مع بعض كده هنعمل ايه في المسائل المسائل ديت زي ما احنا عارفين المادة بتاعتي من ستين ومهمة جدا وفيها شغل تمام ومحتاجة كل وقت من ايه من زمن الامتحان اللي هو قدره مسلا ساعتين والستين درجة ديت بتوصلني وبتعليني ناحية المجموع العالي فمش عايزين نخسر فيها اي درجة من الدرجات بتاعتنا المسألة اللي احنا بنتكلم عليها ديت بس الواحد ديها من اتنشر لخمستاشر درجة فاحنا عايزين نضمن اول خمستاشر درجة من مشوار الستين درجة تعال نشوف مع بعض كده المسألة بتاعتنا والدرس بتاعنا بيتكلم عن ايه حساب التسمين تمارين على حساب التسمين قلنا المعيسة التسمينية طبعا احنا اتكلمنا في الحلقة السابقة يا شباب وقلنا ان المعيسة المعيسة في عندي نوعين منها المعيسة عندي في منها ايه نوعين وهو بنفكر بعدينه عندي معايسة كمية ومعايسة ايه تسمينية المعيسة الكمية بتنقسم الى معيسة كمية ابتدئية ومعايسة كمية ايه ايوا ختمية المعيسة الكمية الابتدئية اللي هي بيتم حصرها وحساب كميتها حساب بنود الاعمال من ايه من خلال الجدايوب من خلال الرسومات من خلال ايه surviving مع بعض كده بيتم حساب الكميات الابتدائية من خلال ايه من خلال الرسومات التنفيذية اللي تم ايه تم عملها في بداية المشروع قبل ما بتبدأ المشروع بتعمل رسومات ومن خلال الرسومات دي بتعمل حساب ايه حسابات كميات الابتدائية طيب بعد ما بتخلص المشروع بتاعي وبتوصل لمرحلة الانهاء خلاص وهتسلم الشغل بتاعي تمام حضرتك بتعمل ايه بتعمل مؤيسة مؤيسة كمية ختمية وده الكمية ديت والجداول اللي حضرتك بتعملها بيتم حسرها من خلال الواقع من خلال الاعمال اللي تم تنفيذها ايه في الواقع وزي ما قلنا انت دلوقتي ممكن تيجي مسلا في بعض في بعض الاواد في الشغل في اسنان تنفيذ بنود الاعمال في وقت مسلا من من البنود دي هتغير تغير مسلا او تعدل حاجة في البند ده مسلا لو جينا على بند المباني ممكن مسلا تلغي حيطة او تزود سمك حيطة او تنقل سمك حيطة او ممكن تشيل الحيطة من مكانها عشان تغيير شكل او تغيير مسلا منظر يبقى في الحالة ديت يا باش مهندس يبقى حصل تعديل حصل ايه حصل تزبيد مسلا في الرسمة بتاعتي يبقى في الحالة ديت يا باش مهندسين هنعمل ايه هنعمل مؤيسة كمية ختمية ده بيتم المؤيسة دي او النوع ده بيتم من خلال ايه حصل اعمال الاعمال اللي تم تنفيذها في الواقع طب النوع التاني من المؤيسات اسموه المؤيسة الكمية او المؤيسة التسمينية المؤيسة الايه التسمينية ودي المؤيسة اللي بتفدني ان انا بقدر الخمات واسمنها اسعارها هتكلفني ادي ايه ده المؤيسة الايه التسمنية يبقى المؤيسة التسمنية هي المؤيسة التي تحدد مقدار تكليف عملية انشاء المشروع بناء على الكميات التي تم حصرها في المؤيسة الكمية في المؤيسة الكمية طيب تعالى بقى نشوف احتياجات المتر الواحد من المباني المراد تنفذها متقاسة بالمتر الايه المقعب هنركز على انه القواعد دي او القاعد دي دي سبتة مش هتتغير اول ما هبص في المسألة على ميم قص ثلاثة يبقى المباني دي متقاسة بالمتر الايه بالمتر المقعب يبقى انا عشان انفذ متر مقعب واحد ايه الخمات اللي محتاجها محتاج طوب الطوب دوت يا باشماندس محتاج ربعمية وخمسين قالب مقاس القالب خمسة وعشرين في اتناشر في ستة خمسة وعشرين في اتناشر في ستة سنطي يبقى ده بالنسبة للايه ده بالنسبة للطوب يبقى انا عشان اعمل متر مقعب واحد محتاج كم طوبة محتاج ربعمية وخمسين قالب طيب في واحد بيقول لي الربعمية وخمسين دي جات منين يا استاذ ناصر الربعمية وخمسين دي هت يا شباب ونركز مع بعدي كده تمام لو انا جيت على حائط زاوية لو انا جيت على حائط زاوية الحائط الزاوية ده لو انا رصيت في الاتجاه الطويل اربع اوالب شنويات يبقى انا هاجي في الزاوية التانية او في الحائط التاني من الجهة الاخرى هترسي ايه تمام اديات يبقى انا عندي الجنب الطول ده اللي هو طوله واحد متر طوله واحد متر طوله قدية باش ماندسين طوله اربع شنويات نركز مع بعدي كده يبقى عندي في الجهة اليمين عندي حائط زاوية تمام حائط الزاوية ده في الاتجاه الاول من الحائطة تمام او الاتجاه الرئيسي للحائط مثلا انا ايه هفرش فيه اربع اوالب شنويات طوله القلب ايه خمسة وعشرين يبقى ده هيفرد لي او هيغطي لي ايه مسافة مسافة واحد متر طب هاجف الاتجاه المقابل او العمودي على الاتجاه الرئيسي هفرد كم اديا بقى اللي هو هفرد كام قالب مرصوص بعرض القلب اللي هو اتنشر في ستة يبقى هفرد كام ايوه برافو عليك هرسم ايه هفرد ايه تمن اوالب ما الاولب دي مرصوصة ايه اديات طب ارتفاع واحد متر ارتفاع الحطة ده واحد متر الواحد متر ده يا باش مهندس عشان اغطيه هغطيه بارتفاع المدماج ارتفاع المدماج ده ارتفاعه كام ارتفاع القلب ستة سنتي وارتفاع طبقة تلمونة واحد سنتي يبقى ارتفاع المدماج كام ايوه برافو عليك ارتفاعها ارتفاع المدماج الواحد سبعة سنتر السبع سنت ديت عشان اغطي ارتفاع متر يبقى انا عايز اغطي المدميك ديت اربع تاشر ميند ماك يبقى حضرتك هتضرب الطول اللي هو اربعة في عرض اربع اوالب في عرض八 اوالب اللي هو الاديات في ارتفاع المدميك عندي اربع تاشر يبقى هتضرب اربعة في تمانية في ارتفاع اربعة تاشر تمام? هيدي لك كم يا بش مهندس؟ هيدي لك ربعمية تمانية واربعين قالب ربعمية تمانية وايه؟ ربعمية تمانية واربعين قالب. طيب في فرق قالب يا بش مهندس ازاي ما قلت لك المرة اللي فاتت في اوليب القصرة في اوليب ممكن تكون هالك ممكن يكون في اوليب مسلا الاتغدد من قدام البيت او قدام الموقع يبقى هيحصل عكزي وزيادة. يبقى انا بقول ايه برايح دماغي يبقى انا عايز المتر الواحد ربعمية وخمسين ايه قالب طوب عشان حضرتك تنفذ ايه متر مكعب واحد مباني طيب عندي الرمل هناك كنا عايلين ايه تلاتة من مية تلاتة من مية متر مكعب هنا عشان انفذ المتر مكعب مباني محتاج ايه باش مهندسين ايوة برافو علي خمسة وعشرين من مية متر مكعب رمل ده بالنسبة للمين للرمل طب الاسمنت هناك كنا بنضرب نسبة الاسمنت في كمية الرمل اللي هي ايه نسبة الاسمنت عندي كم مسلا في مدهني في التمرين كم تلتمية يبقى انا هضرب نسبة الاسمنت في التمرين اللي هي التلتمية هضربها كمية الايه الرمل اللي هي كانت كام تلاتة من مية طب بالنسبة للأسمنت يا باش مهندسين هنا بقى بالنسبة للمتر المكعب هقول له المتر المكعب كمية الرمل اللي هي موجودة عندي في المتر الواحد هضربها في نسبة الأسمنت المعطاة في التمرين يعني ايه الكلام ده هضرب الخمسة وعشرين هناك كنت بضرب تلاتة من مية في نسبة الأسمنت هنا بقى في التمرين عندي او في ايه في المسألة بتاعتي هضرب ايه هضرب الخمسة وعشرين من مية في نسبة الايه في نسبة الأسمنت طب تعال نشوف مع بعدي كده الخطوة التانية في المسألة بتاعتي حساب المصنعية نركز مع بعدي كده تمام عندي طريقتين لحساب المصنعية قلت لك زي زي المتر المربع برضو حكيت لك وفصص لك انه ايه عندي المتر المربع بيتحسب بطريقتين في المصنعية اللي ايه مصنعية العمال عندي برضو بالنسبة المتر المكعب هيتحسب بطريقتين ايه هما طريقتين دولة عندي طريقة المتر ان الراجل هيجي يشتغل ويقول لي المتر مسلا تكلفته خمسمائة جنيه او متين جنيه او الف جنيه على حسب يبقى انا هشتغل بالايه بالمتر وممكن يكون شغل وشغل دايق ومسلا الصغير تمام هيجي يقول لي لا انا هاخد يومية يبقى انا عندي طريقتين من حساب المصنعية لا تتحسب بالمتر لا تتحسب بالايه لا تتحسب ايوة تتحسب بالمتر او تتحسب بالايه باليومية طب تعال نشوف مع بعدي جدوات يا بشماندس ازاي نحسب اليومية وازاي نحسب بالمتر تمام عند المتر مسلا محددهولي بمتين جنيه عند المتر الواحد عملهولي كام متين بمتين جنيه طب انا هعمل مسلا ميت متر يبقى حضرتك هتعمل ايه المتر الواحد ابو متين هتضربه في الميت متر هيدي لك تكلفة الايه المصنعية دي كده خلشت على جنب طب لو عايز بقى يشتغل باليومية هيجي يقول لي يا بشماندس ايه انا هشتغل الشغلان ديت عشان تجازي معايا تمام عشان مواصلات والانتقال والكلام دوت تجازي معايا هشتغلها بيه باليومية طب اليومية يا بشماندس الناس زيت عشان اعارف لو انا مثلا عندي شغلانة تاني وجبتي الناس ديت تشتغل يبقى انا هروح اخلص مشواري واجي يبقى في المفروض في الوقت ده في اليوم ده هينفزولي كمية معينة هنا في الحلقة السابقة قلني يا بشماندس عشان ايسين بالمتر المربع قلنا في اليومية هيعملولي كم متر اربعين متر في اليوم الواحد ده بالنسبة للمتر الايه بالنسبة للمتر المربع طب بالنسبة للمتر المكعب هيعملولي خمسة متر المتر المربع اربعين متر عندي في المكعب هيعملولي في اليوم الواحد خمسة متر مكعب مباني يبقى انا تمام? اقيس? يعمل يكون نفزولي في اليوم ده وتقدي ايه? خمسة متر مكعب مباني. نفز? يبقى انا هدفع يا باش مهندس. ما نفسي? يا باش مهندس ما تشيرش العدة. كمل الخمسة. تمام? وحسبك عليهم يا باش مهندس? عشان ايه? نقفل الطريحة بتاعتي النهاردة او اليومية بتاعتي? هستلم منك ايه? خمسة متر. هاجي تاني يوم هستلم منك خمسة متر. ده بالنسبة للايه? لليومية. قال لي مسلا انا حسبك على اليومية وعمل لعشرة متر. يبقى انا في اليوم الواحد. تمام? احسبه اليومية لخمسة متر. قال لي مسلا الخمسة متر دولت. هيعمله مسلا مثلا الف جنيه. طب هو مسلا قال لي هانا هصهر وايه? واجع على نفسه وحمل وحمل على نفسه وعلى الصناعية. واعمل لك مسلا عشرة متر النهاردة. يبقى انا حسبه على الخمسمية دولت. تمام? المتر الخمسة متر. هيخد مسلا الف جنيه. يبقى العشرة متر هيخد ايه? برافا عليه هياخد كده الفين جنيه وهو ماشي هياخد الايه الالفين جنيه بتوعه تعال نسوف الطريقة بتاعتي حساب المصنعية مع بعض حساب المصنعية بالمتر الواحد لو هو حددها في المسألة بالمتر هتتحسب ازاي كمية المباني المرات تنفذها مضروبة في مصنعية المتر الواحد ده كده ما فهاش مشكلة طيب حساب المصنعية باليومية لو هو قال اللي هحسبها لك بالايه باليومية هقول له اتنين بنا اتنين بنا زائد اربعة فاعل هينفذولي في اليوم ده في اليوم الواحد يقوم بتنفيذ خمسة متر مكعب مباني فوق سطح الارض يبقى انا عندي اتنين بنا اتنين بنا اللي هما الاتنين الصنايعية هيجي معاهم هيجي معاهم اربعة اربعة مساعدين اربعة مساعدين الاتنين والاربعة دولت هتسلم منه في نهاية اليوم كم متر خمسة متر مكعب مباني فوق سطح الايه فوق سطح الارض تمام فوق سطح الارض عشان طبعا بيحتاج مجهود ان انا لازم يزبط الحطة بتاعتي على الادة والميزان ولازم يكون شديدة على الخيط ولازم يكون مكاحة اللحمات كل الكلام دوت بيبقى شغل ايه محتاج دقة ففي الحالة دية هتسلم منه الشغل اللي فوق سطح الارض خمسة متر مكعب مباني في اليوم الايه في اليوم الواحد بس مين اللي هينفذها لي اتنين بنا اللي هما الصنايعية تمام واربعة فاعل يعني كل الواحد منهم هياخد اتنين فاعل اللي اتنين فاعل واحد يخمر المونة والتاني يناولوا الطوب تمام يخدموا على الشغل وينولوا كل حاجة يناولوا العدة يقطعوا له اولي بالطوب على حسب الشكل اللي موجود تمام بيبقى في الحالة دية اتنين بنا زادة اربعة فاعل هينفذوا ادي ايه خمسة متر مكعب مباني في اليوم الواحد تعال نشوف مسألة كده المسألة بيتجلس ازاي باش مهندسين في الامتعان زي ما اتفقنا الخمساشر درجة بفقرك بيهم عشان ايه ما نهم لهمش لان هي سهلة وبسيطة وجميلة احسب الخمات والتكاليف يبقى هو عايز هنا في الجزء الاول من المسألة حسب الخمات والتكاليف اللازمة لبناء متين متر مكعب مباني يبقى انا اول ما بص على مفتاح المسألة اشوف الميم ديت قص كام قص ثلاثة عشان احدد النوتة اللي انا هشتغل عليها تمام احدد القعدة اللي انا هشتغل عليها ميم قص ايه ميم قص ثلاثة يبقى انا هشتغل علي القعدة اللي بتقول ليه ربعمية وخمسين قالب ربعمية وخمسين لاحتياجات المتر الواحد ربعمية وخمسين قالب خمسة وعشرين من مية متر مكعب رام نسبة الاسمنت في التمرين هضربها في خمسة وعشرين من مية من مية طب تعالى نكمل بقية المسألة يبقى احنا حددنا كده المفتاح بتاع المسألة بما ايه ما حددها ليه متقاسة بالمتر الايه متقاسة بالمتر مكعب طيب مباني بمين الطوب الرملي مقاس خمسة وعشرين في اتناشر في ستة حضرتك حتى لو انت عايز تعمل الكلام ده في البيت عندك وعايز تبني مسلا شقة ممكن الخطوات دي حضرتك تعملها يعني انت لو ما استفدتش بالمعلومة دي في الدراسة تمام ممكن تستفد بيها في حياتك الشخصية مقاسي الالب خمسة وعشرين في اتناشر في ستة بمونة الاسمنت والرمل بنسبة تلتمية كيلو جرام اسمنت لكل متر مكعب الشرطة المايلة دي لكل متر مكعب رم يبقى عندي كل متر مكعب هتحط له قدية اسمنت تلتمية كيلو جرام اسمنت يعني كم شقارة يعني ستة شكاية ليه يا باش مهندس لان الشقارة خمسين كيلو خمسين 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 ست مرات يعملولي تلتمية كيلو جرام اسمنت يبقى حضرتك وانت واقف الراجل ما تجيش الصبح دهوت وروح دحك عليك ويجيب لك مسلا شكرتين فضيين وحط لك اربعة ويقول لك انا حطيت لك ستة شكرة على متر واحد لا يا باشمهانز اشوف الشكرة وهي بتتفتح قدامي وقلب وهز كده اوت بالمهزة بتاعتي عشان التوبة ايه عشان المونة تبقى ايه المونة تبقى ايه ما فهاش اي حصاوة تمام او الحصاوات ديت لازم ان المونة تبقى نظيفة وخالية من المواد الصلبة تمام طيب تعال نكمل مع بعض المسألة علما بان سمن الالف طوبة طبعا ايه ما تركز معي في الاسعار دي احنا اهم حاجة الاسعار ديت اسعار افتراضية اهم حاجة ان انا اوصل لك المعلومة باسعار حقيقية او اسعار افتراضية اهم حاجة ان انت تمشي معي بالاسعار اللي ايه عشان ما ما نخرجش بعد الحلقة وتقول لي ايه انا عايز انفذ جل ايه الشغل ده على الاسعار ديت وتروح مدبسني لا يا باشمهانز الاسعار احنا متفين مع بعض او في المسألة اسعار ايه افتراضية علما بان سمن الالف طوبة ميتين وتمانين جنيه هنركز على الحاجات اللي ايه اللي انا مذكراش ههم لو نالك اهو سمن طن الاسمن تلتمية وخمسين جنيه سمن المتر مقعب رمل ستين جنيه ومصنعية المتر الواحد مية وعشرين جنيه قال لي بص بص اهو قال لك مصنعية المتر الواحد يبقى هو هيشتغل المصنعية بالايه بالمتر وليست اليومية ونسبة استهلاك العدة والارباح بتاعت المقاول المقاول هيجي يقعد ويجيب للعمال ويشرف عليهم واستلم الشغل منهم النسبة بتاعته كم في المية عشرين في المية يبقى في المسألة ديت كده هو عايز الخامات والتكاليف طالما جاب لي سعر المصنعية يبقى انا هحسب له المصنعية تمام مصنعية المتر الواحد قديه مية وعشرين يبقى انا مصنعية المتين متر قديه قال لي نسبة استهلاك العدة والارباح المرائب اللي قاعد اللي هو المقاول اللي هيجيب العدة بتاعته وممكن تضيع ممكن يحصل الله تلف ممكن ممكن كل الكلام ده محتمل نسبته عشرين في المية نصيبه نصيبه هو اللي هو الربح بتاعه ونصيب العدة اللي هيحصل لها ايه كسر او تلف او صيانة او يشتري ايه يشتري مكانها او يشتري عدة جديدة طيب تعال نشوف الحل هنعمل ايه في المية ايه طبعا حضرتك بتيجي على الكراسة بتسطرها وبتبروزها تمام وتعمل لي هامش على ايدك الشمال هتعمل لي هامش مسودة كده صغيرة هتاخد من ورقة الاسئلة الارقام اللي احنا هنتفق عليها تمام البيانات اللي هي مهمة عشان مش كل شوية نبص في ورقة الاسئلة ونرجع تاني ونلا يا باشمان كل خطوة ايه حضرتك هتضفها في الكراسة هتاخد عليها درجة واتاخد حق بتجبرني ان انت تاخد الخمساشر درجة مقافلية تعال نشوف الهامش او المسودة بتاعتي عبارة عن ايه اول حاجة بتكتب الكمية المراد تنفيزها الكمية المراد تنفيزها ادي ايه 200 متر مقاعد طيب الخطوة التانية نسبة الاسمنت في التمرين عشان في شبابنا وبأكد على المعلومة دي شبابنا دايما بيتلغبط وييجي في الخطوات الحل يطلغبط ما بين نسبة الاسمنت وما بين سعر الايه ما بين سعر تن الاسمنت وممكن ياخد سعر تن الاسمنت وراح حطه في نسبة الايه في نسبة في نسبة الاسمنت في التمرين لا يا بشماند ركز نسبة الاسمنت اللي هي هتتحط على الرمل 300 كيلو جرام ايه اسمنت تعال نرجع للهامش بتاعنا سمن الالف طوبة وكأن كام 200 وعشرة جنيه الالف هروح هدفع للراجل كده على الالف طوبة كام 200 وعشرة سمن طن الاسمنت ويا كان كام 350 جنيه سمن المتر مكعب رمل 60 جنيه طبعا الكلام دوت عشان ايه هنقول افتراضا 60 ايه 60 جنيه مصنعية المتر الواحد 120 جنيه كل الكلام ده انا واخده من ايه من ورقة الاسئلة نسبة استهلاك العدة والارباح للمقاوي كام في المية عشين في المية تعال نشوف اول خطوة هنقول له ايه اجابة السؤال الاول او اجابة السؤال التاني حسب مكان موضع الايه السؤال بتاع جابهول السؤال الاول يبقى هنقول له اجابة السؤال الاول السؤال التاني يبقى اجابة بنوضح له كده عشان ايه بنبسط عليه يبقى كل حاجة متحددة اول خطوة هنحسبها ايه حساب الخامات والتكاليف اللازمة لبناء 200 متر مكعب مباني حساب الخمات يبقى اول خطوة هاحسب خمات وتكاليف هحسب الخامة قدي ايه الخامة اللي انا محتاجها عشان انفز 200 متر مكعب ايه يبقى انا جيت على الهامش وقلت الكمية المرات تنفيزها قدي 200 متر مكعب يبقى الخمات اللازمة عشان انفز 200 متر مكعب مباني ادي ايه طيب بعد ما حسبت الخمات تكالفها قدي ايه اول حاجة يا رش مهندس قلت له القاعدة السابتة بقوله المتر الواحد يحتاج لعشان انا فزه محتاج ادي ايه ايوه فكرني كده وغششني ربعمية وخمسين آلب المتر الواحد محتاج ربعمية وخمسين آلب خمسة وعشرين من مية متر مكعب رامل ده المتر الواحد محتاج ربع متر مكعب رامل طيب ومحتاج ايه تاني محتاج نسبة الاسمنت في التمرين اللي هو مدهني مثلا التلتمية هنا هضربها في الخمسة وعشرين ايوة في الخمسة وعشرين من مية او اقسم على الاربعة على طول او اقسم على الايه او اقسم على الاربعة تعال نكمل مع بعضي كده يبقى اقول له ايه الاسمنت بيساوي كمية الرمل لوم الدهاني الخمسة وعشرين من مية هروح ضربها في نسبة الاسمنت المعطف التمرين او اقسم نسبة الاسمنت المعطف التمرين اقسمها على الاربعة يعني قدامك الخطوة دي او قدامك ان انت تقسم على الايه الاربع تعال ان نقول اول حاجة طبعا حضرتك لما بتيجي تحل قاعدة سابتة الرصة بتاعتي طوب رمل اسمند طوب رمل ايه اسمند طيب بعدها يساوي 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 بعدها هترص الرصة بتاعتي اللي كمية المرات تنفذها قد ايه قال لي متين في رأس المثال قال لي كمية المرات تنفذها متين يبقى متين 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 اصاد الطوب هتحط ميتين اصاد الرمل هتحط ميتين اصاد الاسمند هتحط ميتين قال لي خمسمية يبقى هتشيل الميتين وحط خمسمية حضرتك ممكن بعد ما تخلص وتفهم معي الحلقة بتاعتي تمام حضرتك غير الارقام شيل الميتين وحط ما كانها مسلا خمسمية حط ما كانها مسلا ايه يعني تلتمية حط متين وخمسين حط مية حط خمسين غير الارقام ودرب ايدك وبعتلي الكلام دوت على الايه على الحلقة لما تنزل في شبابنا بنتواصل مع بعض لو فيه اقطاء بنصححها وبنعدل وبنوصل للدرجة النهائية بتاعتي اللي هي الخمساش طيب يبقى انا عندي توب رام لأسمنت بعدها يساوي 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 بعد يساوي احط الكمية المراتن فيزة قال لي متين يبقى هو متين 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 قصاد توب متين قصاد الرام متين قصاد الأسمنت تعال نشوف مع بعض كده التوب متين بيساوي متين المتين دي جات منين ايوا واحد بيفكر نهو اهد المتين قال في الهامش الكمية المرتن فيزة قدي متين هضربها في كمية المتر الواحد من الطوب طيب المتر الواحد ربعمية وخمسين المتر الواحد ربعمية وخمسين هو انا هنفذ متر واحد لا انا هنفذ ايه هنفذ متين يبقى ربعمية وخمسين ربعمية وخمسين كم مرة ربعمية وخمسين متين مرة يبقى انا هضرب المتين المتين في ربعمية وخمسين وقسم على الالف عشان الطوب يتبع بالالف ووفر برضو الاصفار عشان في الامتحان ما تخضش هيديني تسعين الف طوبة يبقى حضرتك عشان تنفز متين متر مكعب مباني حضرتك محتاج كم طوبة محتاج تسعين الف طوبة طيب سعر الالف طوبة الواحدة بكام متين وعشرة متين ويه سمن الالف طوبة هنقول متين وتمانين ماشي يا شباب ضيب المتين وتمانين ديت يا بش مهندس يبقى عندي الالف الواحدة بمتين وتمانين الالف التانية بمتين وتمانين كم مرة كم مرة الف يبقى تسعين يبقى تسعين في ميتين وتمانين هييديني كم برافو عليه خمسة وعشرين الف وويه ومتين يبقى انا كده وانا اللابس الجلابية يا بش مهندس في الجبل اللي على اليمين وانا ر ML اشتري الطوب بتاعي يبقى في جبل يمين عشان ما تطلق باشر والفلوس تخش ببعضيها يبقى انا عارف ان الجبل اليمين بتاع الجلبية ده معايا كام 25 الف ومتين ده فلوس الايه فلوس الطوب طب تعال نشوف مع بعضي كده الرمل المتين اهي زي ما احنا اتفقنا مع بعض يبقى متين في 25 من مية يبقى انا هضرب المتين في 25 من مية بتسوي كام ايوة 50 50 ايه 50 متر مكعب رمل يبقى انا عشان انفذ 200 متر مكعب مباني يبقى انا محتاج ادي ايه محتاج 50 متر مكعب رمل طيب الرمل المتر بتاعها الواحد بكام ايوة برافع عليك 60 جنيه يبقى انا هضرب 50 في 60 اداني 3000 جنيه عشان الفلوس زي الصغيرة هحطها في جيب الجلبية اللي فوق كده هوت عشان الجيب ده صغنا هحطي 3000 جنيه تمام بعد كده هنخش على الاسمنت قلت له ايه يا باشماندس قلت له كمية ادي المرات تنفذة 200 في 75 واحد بيقول له 75 جيجات من هنا باشماندس قلت له 75 جيجات لانا ضربتها 25 من 100 اللي ايه نسبة الاسمنت في التمرين اهي تمام هضربها في اضربها في ايه في نسبة الاسمنت اللي مدهني في المسألة القاعدة بتقول ايه كمية الرمل اهي كام 25 من 100 ادي 25 من 100 يبقى انا شلت كمية الرمل وحطت القيمة بتاعتها كام 25 من 100 هضربها في ايه في نسبة الاسمنت المعطف التمرين اللي هي كام اللي تلت ومية يبقى انا 25 من 100 في تلت ومية اديني 75 كيلو جرام اسمنت يبقى انا شلت كلمة الاسمنت وحطيت المتر المتر الواحد هيتنفس بكم 75 كيلو جرام يبقى المتر الواحد هيتنفس بكم ب75 كيلو جرام طب هو يا استاذ هو الاسمنت بيتبع بالكيلو لا الاسمنت ما بيتبعش بالكيلو الاسمنت بيتبع بالطن يبقى انا لازم احول من الكيلو جرام اهو الناتج بتاعي احوله من الكيلو جرام احوله للطن يبقى انا هقسم على مين هقسم على الالف يبقى ملحوظة صغيرة كده يبقى الطوب والرمل بيتقسمه على ايه على الالف يبقى 200 في 75 اللي هي نسبة اللي هي نسبة المتر الواحد اللي هحتاجها في الأسمنت تمام؟ أضرب 200 في 75 وحول من الكيلو جرام للطن يبقى أطلع لي 15 طن أسمنت 15 طن إيه؟ 15 طن أسمنت يبقى أنا عشان أنفذ 200 متر مكعب مباني محتاج 90 ألف طوبة محتاج 50 متر مكعب رام محتاج 15 طن أسمنت 15 طن أسمنت دول قال لي في المسألة هنا سمن طن الأسمنت الطن الواحد بيكام؟ بـ 350 يبقى 15 طن يعملوا كام؟ 350 350 كم مرة؟ 15 مرة لأمه 15 طن أضربهم هيطلع لي بكام يا باش مهندس 5250 جنيه 5250 إيه؟ 5250 جنيه يبقى أنا حاطتهم في الجيب الشمال بتاع الجلبية يبقى التلق جيب يعملوا لي كام يا أستاذ أجمع الجيب اللي هو على إيدي اليمين زائد الجيب اللي على اللي هو فوق السغنة ده 3000 يبقى أنا هجمع 25 200 زائد 3000 زائد 5150 دول هيطلعوا لي بكام يا باش مهندس 33 450 جنيه يبقى مجموع الفلوس اللي معايا في جلبية كام؟ 33 450 جنيه الخطوة دي بسميها إجمالي سمن الخمات إجمالي سمن إيه؟ سمن الخمات عرفت سمن الخمات؟ طيب يبقى أنا حسبت كدوة الخمات وحسبت التكاليف بتاعتها نخش على الخطوة التانية اللي هي اسمها إيه؟ أيوا لما أقلي بالصفحة لازم أجيب إجمالي آخر خطوة أنا عملته اللي هو إجمالي سمن إيه؟ إجمالي سمن الخمات كان كام? ايوه برافو عليك? تلاتة وتلاتين الف وربعمية وكام? وخمسين. طيب يا باشمانز مصنعية المتر الواحد كان جايبها لي في المسألة بكام? بمية وعشرين جنيه. يبقى انا هقول له الخطوة رقم اتنين حساب اجور العمال اللي بنسمها لايه? المصنعية. طيب انت جايب لي المتر الواحد بكام? بمية وعشرين. طيب انا هنفز قدي ايه? يبقى انا هقول له بما ان مصنعية المتر الواحد مية وعشرين جنيه بما ان مصنعية المتر الواحد مية وعشرين جنيه يبقى مصنعية المتين متر هيعملوا كام يا باشمهندس? يبقى متين في مية وعشرين المتين دي بتاعت ايه? ايوه? كمية الاعمال المرات تنفيزها قدي ايه? متين. في سعر المتر الواحد بكام? بمية وعشرين. طيب يعلي بكام يا باشمهندس? يبقى الصناعية الوحديهم هياخدوا اربعة وعشرين الف جنيه. عشان يعملوا متين متر مكعب مباني تمام سعر المتر الواحد متفقين مع بعض بمية وعشرين جنيه يبقى هم هياخدوا كم يا بشمانس اربعة وعشرين الف ايه اربعة وعشرين الف جنيه طيب يبقى انا عندي تمن الخامات كان وصلنا له كام ايوة برافو عليك تلاتة وتلاتين الف ربعمية وكام وخمسين فلوس مششالة على جنبه ايه طيب الخطوة التانية عشان اعب اعمل حساب دي من ايه العمال اللي هتيجي الناس ديت ها تكلفتهم قدي او فلوسهم هتبقى قدي يبقى عايزين اربعة وعشرين الف جنيه اربعة وعشرين الف جنيه فلوس مصنعية ويه فلوس الخامات تلاتة وتلاتين ربعمية وخمسين يبقى انا هقول له اجمالي سمن الخامات والمصنعية حساب الخطوتين رقم واحد واثنين الخطوة الاولى كان تلاتة وتلاتين الف ربعمية وخمسين شلت كلمة الخامات اللي انا عاملها باللون لايه الاصفر دوت تلاتة وتلاتين ربعمية وخمسين وشلت كلمة المصنعية وحطت القيمة بتاعتها اللي هي ايه اربعة وعشرين الف جنيه جمع اللي اتنين على بعد اللي علامة ما بينهم زائد هيطلع لي سبعة وخمسين الف ربعمية وخمسين جنيه يبقى انا عشان اوصل للخطوة رقم اتنين لازم يكون معايا وتحت ايدي كام سبعة وخمسين الف ربعمية وكام ربعمية وخمسين تعال بقى نشوف الراجل اللي هو هيرائب الشغل وهجيب هجيب لي الخامة والمعدات والدنيا دي كلها تمام ويسلمني الشغل ايوا برافو عليك اجمالي سمن الخامات قلبت الصفحة يبقى اجمالي سمن الخطوة الاولى الخامات واجمال الخطوة التانية اللي هي المصنعية كنا وصلنا له كام عشان ما ننساش سبعة وخمسين الف وربعمية وكام وخمسين جنيه طيب هنجي في الهمش الصغن انا هو تمام عشان برضو نفكر وما نعطش نقلب الصفحات نسبة استهلاك العدة والارباح كنا متفين عليها كام عشرين في المية يبقى الراجل ده هياخد نسبة عشرين في المية من القيمة اللي طلعت بتاعت الخامات والمصنعية يعني ايه الكلام ده هنقول له رقم تلاتة استهلاك العدة والارباح عشرين في المية يبقى انا هياخد السبعة وخمسين الف ربعمية وخمسين اضربها في عشرين واقسمها على المية يعني اجيب ايه النسبة المقاوية بتاعت العشرين في المية ديت تلعلي يا باشماندس هياخد الراجل ده باشا بس وربنا عود عليه انه هو لو العدة بتاعته السريت هياخد كام برافو عليك حداشر ربعمية وتسعين حداشر ربعمية وتسعين يبقى انا عشان انفذ المباني ديت محتاج ادي ايه هقول له بقى اجمال تلات خطوات اجمال سمن المصنعية واجمال اللي هي الخامات والمصنعية كانت كام سبعة وخمسين الف وربعمية وخمسين ونسبة استهلاك العدة والارباح المقاوي كانت كام حداشر ربعمية وتسعين اللازمة لعمل متين متر مكعب مباني يبقى انا هقول له ايه اهو سبعة وخمسين ربعمية وخمسين زائد حداشر ربعمية وتسعين يبقى انا محتاج عشان انفذ العملية دي محتاج تمانية وستين الف تسعمية واربعين جنيه محتاج ادي ايه تمانية وستين الف تسعمية واربعين ده المبلغ بتاع تلت خطوات حساب خمات وحساب مصنعية وحساب مقاول كل الكلام ده عشان انفذ ادي ايه انفذ مباني قدرها متين متر مكعب مباني طب افتراضا لو جه وسألني في الامتحان وقال لي انا عايز اعرف سعر المتر الواحد واقف عليه خمات ومصنعية ومقاول هيقف عليك بكان نفكر مع بعضي كده ونرد اخر الحلق ولا حضرتك ترد ولا اقول لك دلوقتي اقول لك دلوقتي عشان ما اتوشي مني اقول له يا باشماندز لما انا عملت الخمات دي والخطوات دي كلها لمتين متر مكعب مباني خمات ومصنعية ومقاول طلع لتمانية وستين الف تسعمية واربعين يبقى المتر الواحد يقف عليك بكام اقسم التمانية وستين الف تسعمية واربعين على المتين يطلع لسعر المتر الواحد يقف عندي اعليك بكام خمات مصنعية ومقاول فهمنا تعال نشوف تمرين تاني بس التمرين ده ممكن يكون هو ولا متغير فيه حاجة تاني تعال نشوفه نقرأ والشاطر هيوضح لي الفرق ما بين الاتنين تمرين رقم اتنين احسب الخمات والتكاليف اللازمة لبناء ميت متر مكعب مباني ميم قص تلاتة هدي المفتاح اهو والكمية المرات تنفذها قدي مية ميت متر مكعب مباني فوق سطح الارض من الطوب الرملي مقاس خمسة وعشرين في اتناشر في ستة بمونة الاسمنت والرملي بنسبة تلتمية كيلو جرام اسمنت ممكن اغيرها اغيرها عندي استعداد اغيرها بميتين وخمسين او تلتمية وخمسين زي ما حضرتك عايز وجرب ايدك على كل الارقاب لكل متر مكعب رمل يعني حضرتك هتحط ست شكاير رمل لايه لكل متر مكعب رمل طيب تعال لغاية دلوقتي مفيش اختلاف علما بان احنا قلنا برضو متفقين الاسعار ايه افتراضية علما بان سمن الالف طوبة تلتمية وعشرين جنيه سمن طن الاسمنت خمسمية وعشرين جنيه سمن المتر مكعب رمل خمسة وتلاتين جنيه لغاية دلوقتي مفيش اي تغيير ولا في اي ملاحظات لا احنا لغاية دلوقتي شايفين ان هي هي نفس الخطوات الليه ونفس الارقام اللي يعني شبيهة بالارقام اللي ايه اللي جات لقبل كده واجرت البناء في اليوم الواحد البناء الواحد يعني هو الاب هنا بدأ يديني اجرت البناء كان هناك في المسألة السابقة كان مديني ايه مصنعية المتر الواحد قال لي هنا اجرت البناء في اليوم الواحد ستين جنيه والعامل الواحد تلاتين جنيه يبقى احنا هنشتغل هنا المصنعية ايه يا بش مهندسين هنشتغلها بالطريقة التانية اللي هي طريقة الايه طريقة اليومية برافو عليك طيب نسبة استهلاك العدة لوحديها عشرة في المية ايوة في المسألة اللي فاتت كان جايب لي العدة والارباح مع بعض عشرين في المية هنا بقى يا بش مهندس ايه العدة تخنقت مع المقاول قال لك لا انت تحت علي نقطع بقى وديني نصيب الوحدي تمام قال لك هنا نصيب العدة استهلاك العدة لوحديها عشرة في المية وارباح البقاوي اللي وحديها عشرة في المية يبقى كده احنا ايه حبايب ومتفين مع بعض تعال انطلع الارقام في الهامش بتاعي الكمية المرات تنفذها ميت متر مكعب مباني نسبة الاسمنت تلتمية كيلو جرام اسمنت سمن الالف طوبة سمن الالف طوبة تلتمية وعشين جنيه سمن طن الاسمنت خمسمية وعشين جنيه سمن المتر مكعب رمل خمسة وثلاثين جنيه كل ده ويا كأن لايه الاسعار يعني مصنعية البناء الواحد ستين جنيه والعامل تلاثين جنيه نسبة استهلاك العدة الوحدها عشرة في المية نسبة استهلاك الارباح عشرة في المية يبقى هنقول له ها حد يفكرني كده هنقول له ايه اجابة السؤال الاول او اجابة السؤال التاني ماشي هنمشي الخطوات بسرعة لان احنا حفظنا يبقى رقم واحد حساب الخمات والتكاليف اللازم تنفيز متر مكعب مباني القاعدة بتقول لي المتر الواحد بيحتاج ادي ايه ربعمية وخمسين قالب خمسة وعشين من مية متر مكعب رمل الاسمنت كمية الرمل اللي هي الخمسة وعشين من مية هضربها في نسبة الاسمنت المعطف اللي ايه في التمريد طيب هنقول الرصة بتاعتي ايه ايوه حد يفكرني كده طوب رمل ايه طوب رمل اسمنت ادي الطوب الكمية المرة تنفيزها بيت متر مكعب فيه المتر الواحد عشان انافزه المتر الواحد فيه كم طوبة ربعمية وخمسين يبقى المية في ربعمية وخمسين على الالف وعرفنا الالف اليه هيديني خمسة واربين الف طوبة طيب نيجى على الهمش كده هنقول له اه سعر الالف طوبة بكم تلتمية وعشين جنيه يبقى الدنيا بش مهندس هضرب الخمسة واربعين فيه تلتمية وعشرين قال لي النتج بتاع النصيب الجلابية كم 14 ربعمية يبقى انا في الجيب اليمين كم يا باشمانديس طب ممكن نغير الجلابية ممكن نروح مثلا امسه مفيش مشكلة اهم حاجة ان حضرتك ايه ما تخلطش القوة الفلوس ببعضها والطوب او تقع منك يبقى الطوب عشان انفز 100 متر مكعب مباني محتاج 45000 ايه 45000 طوبة طب الخمسة واربعين الالف بكم بتلتمية وعشرين ضربت الخمسة واربعين في تلتمية وعشرين اداني 14 ربعمية نجي بقيت الرصة بتاعتي اللي هو الرمل الكمية المرات تنفزها 100 في 25 من مية هيطلع لي كم 25 من متر مكعب رمل 25 من متر مكعب 25 متر مكعب ايه 25 متر مكعب رمل سعر المتر الواحد رمل قدي تعال نبص على الهامش كدوات يا باشمانديس قال لي 35 جنيه يبقى خمسة وعشرين في خمسة وثلاثين اداني الجيب الصغير كام جيب الاميس هو 875 جنيه برافو عليه طب تعال نشوف الاسمنت الاسمنت الكمية المرات تنفزها كام 100 في 75 اه في واحد بيرد علي احنا عارفناه خلاص بقى 75 جات منين قلت له يا باشمانديس 75 اهيه اللي هي 25 من مية ضربتها اللي هي نسبة الاسمنت ضربتها في نسبة نسبة الاسمنت في التمرين ضربتها في نسبة الطلاع لي بكم بخمسة وسبعين كيلو جرام اسمنت طلاع لي عشان انفز 100 متر مكعب مباني عايز 7 طن ونص 7 طن وايه الطن في كم شقارة يا شباب 20 شقارة يبقى انا عايز كم كده وقت يا باشمهندسين ايوا برافو عليك 140 ليه 140 140 شقارة للسبعة طن والنص طن بعشرة يبقى انا عايز 150 شقارة في سعر الطن الواحد كم يا باشمهندس في خمسمية وعشرين يبقى انا هضرب السبعة ونص طن فيه خمسمية وعشرين طلع لي بكم يا باشمهندسين برافو عليك 3900 جنيه وعايزك حضرتك تراجع بتمسك القلك ده هو وتهتم بمكان العلامة العشرية لعنى انا عندي هنا في الرمل 25 من مية يبقى حضرتك بتقول ايه 0 علامة عشرية 2 5 ايه وعا تغير مكان العلامة العشرية هيطلع لك رقم مختلف تيجي هنا تمام في خمسمية وعشرين تلعي للرقم ده يبقى مجموعة الجيوب بتاعتي كام 14 400 زائد 875 زائد ال 3 900 قال لاجمال سمن الخمات كم برافو عليك 19 175 جنيه 19 115 وإيه 70 جنيه تعالوا نشوف الخطوة التانية اللي هي فيها بقى الاختلاف هنا الصغير البسيط قلبت الصفحة يبقى اخر حاجة انا وصلت لها ايه اجمالي سمن الخمات كام 1975 1975 دي هقول له ايه يا باش مهندس حساب اجور العمال المصنعية حساب اجور العمال اللي هي ما بينقصين بنسمها الايه المصنعية كان جايب هالف ورعة الاسئلة عبارة عن ايه قال لي مصنعية البناء الواحد 60 جنيه العامل الواحد بتلاتين جنيه طب القعدة انا كنت اقيل لك ايه يا باش مهندس القعدة كنت اقيل لك ان اتنين بناء زائد اربعة فاعل يعملوا خمسة متر في اليوم الواحد اتنين بناء طب البناء هنا بستين جنيه طب انا هحتاج في اليوم الواحد اتنين بناء يبقى ستين وستين ادي مية وعشرين اركنهم على جنب طب اربعة فاعل اللي هما المساعدين اللي هما هي هييدربوا لي المونة وينولوني ويجيبوا لي الرمل ويجيبوا لي الاسمنت ويشيلوا ايه ويقطع طيب قال لك العامل الواحد بتلاتين جنيه ده في اليوم الواحد طيب الاربعة بقى يا باش مهندس عشان يأسلم منهم خمسة متر في اليوم الواحد يبقى يومية الواحد بتلاتين جنيه يبقى اللي اربعة يبقى انا هقول له تلاتين فاربعة بكم بمية وعشرين جنيه ده بالنسبة للي ايه لليوم الواحد تعال نشوف مع بعض كده هنكمل مع بعض بما ان مصنعية المتر الواحد بما ان مصنعية المتر الواحد اتنين بناء في ستين جنيه بيساوي ايه مية وعشرين جنيه طيب اربعة فاعل في تلاتين جنيه بيساوي مية وعشرين جنيه يبقى اليوم الواقف وقف ايه هيقف علي بكم اليوم الواحد هايقف عليك بكم? مية وعشرين زائد مية وعشرين. يبقى انا هقول له اجمال اليوم الواحد بمتين واربعون جنيه. اجمال اليوم الواحد هيقف علينا بكم? هاسبروا الناس ديت على كام? يعني ينفز لي يا باش مهندس خمسة متر. مكعب في اليوم الواحد. حاسبعم المتين واربعون جنيه. طب حلق? طب هشبه انا هعمل خمسة متر. لأ ده انا هعمل ميت متر. هعمل ايه? هنفز ميت متر. طب مدة المتر واحد بمئة بمتين واربعين جنيه تعال نشوف بقى الميت متر دولار هيحتاجه كم يوم قلت له يا بشمهندس هؤلاء الصناعية يمكنهم بناء خمسة متر مسطح في اليوم الواحد خمسة متر خمسة متر مسطح في اليوم الايه في اليوم الواحد ازا لتنفيذ ميت متر مربع ازا لتنفيذ متر ميت متر مكعب مباني يحتاج الى المية على الخمسة بيحتاج كم يوم هيحتاج عشرين يوم يبقى ازا لتنفيذ ميت متر مكعب مباني في اليوم الواحد يبقى انا هقول له المية على الخمسة طب المية دي بتاعت ايه كمية المباني المرات تنفيذها المسألة جايب لي ميت متر مكعب يبقى انا هقسمها على طريحة اليوم الواحد كمية اليوم الواحد اللي الخمسة ايه? اتنين بناء زيد اربعة فاعل هيعملوا ايه? هيعملوا اديه في اليوم? خمسة. يبقى المية على الخمسة بتساوي عشرين يوم. يبقى انا عشان انا فز مية متر مكعب محتاج كم يوم? محتاج عشرين يوم. طب اليوم الواحد واقف علي بكم? بميتين واربعين جنيه. يبقى انا هقول له ازا مصنعية العشرين يوم بتساوي ميتين واربعين جنيه. اللي هي تكلفة اليوم الواحد في عشرين يوم بيساوي كم? برافو عليه. اربعة تلاف وتمنومية جنيه. يبقى الناس دي هتنفز لي ميت متر مكعب مباني. تمام? اليوم الواحد واقف علينا بميتين واربعين جنيه. يبقى نصيبهم ينفزوا الكمية دي. يحزبوني على كام? يقبضوا مني? اربعة تلاف وتمنومية ايه? جنيه. طيب. يبقى اجمالي سمى للخمات كون نوصلنا الكام يا شباب? تسعتاشر مية خمسة وسبعين. تسعتاشر مية ايه? مية خمسة وسبعين. والمصنعية كانت كام? اربعة تمنومية. يبقى احنا هندحك عليه ونقوله ايه? اجمالي سمن الخمات والمصنعية يبقى الخمات كام? تسعتاشر مية خمسة وسبعين. نشيل كلمة الخمات ونحط القيمة بتاعتها. اشيل كلمة المصنعية احط القيمة بتاعتها اربعة تمنومية. يبقى احنا هنقوله ايه? تسعتاشر مية خمسة وسبعين زائد اربعة تمنمية بتساوي تلاتة وعشرين الف تسعمية خمسة وايه? وسبعين جنيه. يبقى انا عشان اوصل للخطوة رقم اتنين والاولى والتانية يبقى انا كده محتاج ايه يا باش مهندسين محتاج تلاتة وعشرين الف تسعمية خمسة وسبعين. طب تعال نكمل مع بعض الخطوة التالتة في حد يفكرني ويقول للخطوة التالتة اللي هي ايه? ايوا بربع عليك اللي هو نصيب نصيب المقاول والعدة اللي اختلفوا مع بعض في الايه? في المسألة الاولى. تمام? هنقول له يا باش مهندس اجمالي. سمن الخامات والمصنعية كام? وصنالها? رابع عليك تلاتة وعشرين تسعمية خمسة وسبعين. طيب هنقول له هفكرك نسبة استهلاك العدة والارباح كم في المية? عشرة في المية. طيب. يبقى رقم تلاتة. استهلاك العدة لوحديها. نصيب العدة لوحديها كام? عشرة في المية. يبقى انا عايز العشرة في المية من نسبة الخامات والمصنعية اللي هي طلعت بكم? تلاتة وعشرين الف تسعمية خمسة وسبعين. هقول له التلاتة وعشرين تسعمية خمسة وسبعين. اضربها في عشرة وقسمها عالمية. طلعا لنصيب العدة لوحديها. باشا? تمام? بكم? برافع عليك? ايوا? الفين تلتمية سبعة وتسعين جنيه ايه? ونص. ده نصيب العدة. ده نصيب ايه يا شباب? نصيب العدة لوحديها. تمام? هالك? سرقت. جبت عدة مكانها. تمام? يبقى نصيب العدة لوحدها. تلقى كام? الفين تلتمية سبعة وتسعين جنيه ايه? ونص. طيب. هنقول له اجمالي سمن الخطوات السابقة اللي هي المصنعية. ونسبة السهلاك العدة للمقاول اللازمة لعمل ميت متر مكعب مباني. يبقى الاجمالة هيطلع كام يا باش مهندس? هنقول له هنجمع التلاتة وعشرين تسعمية خمسة وسبعين زائد الالفين تلتمية سبعة وتسعين جنيه ونص. هنقول شلت كلمة المصنعية الخمات والمصنعية حطيت القيمة بتاعتها. شلت النسبة العدة اللي هي العشرة في المية النتج بتاعها الفين تلتمية سبعة وتسعين جنيه ونص. جمعتهم على بعد طلع لي يا باش مهندس نصيب اللي هي التلات خطوات ديت لوحدها كام? ستة وعشرين الف تلتمية تنين وسبعين جنيه ونص. ستة وعشرين الف يبقى انا عشان انافز ميت متر مكعب مباني ميت متر مكعب مباني عشان انافز تمام? محتاج قد ايه? ستة وعشرين الف تلتمية تنين وسبعين جنيه ايه ونص. طيب هنيجي بعد كده اخر خطوة اجمال سمن المصنعية ونسبة السلاك العدة للمقاول تلعج بكم? يبقى اجعل خطوة الرابعة نسبة ارباح المقاول عشرة في المية نصيب المقاول بس الواحده اهو في الهامش عشرة في المية يبقى انا هحسب نسبة المقاول لستة وعشرين الف تلتمية تنين وسبعين جنيه ونص في عشرة عالمية بتساوي كمية باش مهندسين برافع عليك الفين ستمية سبعة وتلاتين جنيه ايه وربع اجي يبقى اجمالي سمن المصنعية ونسبة السلاك العدة والارباح المقاول اللازمة لتنفيز مية متر مكعب مباني هنجمع الستة وعشرين الف تلتمية تنين وسبعين ونص زائد الفين ستمية سبعة وتلاتين جنيه وربع تلع لتكلفة المية متر مكعب مباني التسعة وعشرين الف وتسعة دي وخمسة وسبعين من مية يبقى ده الاجمالي المراد تنفيزه لعمل مباني قد ايه مية متر مكعب مباني وبكده يبقى احنا وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة والى اللقاء اخر وتكملة لسلسلة مادة تقطيط وقدارة الانتاج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته